لو كانت سروة داجنة بتتخرب النهاردة عشان بساورة خمسة مليون أو ستة مليون طن دورة وفول صية طب ما زلحومش ليه في الواد الجديد طب ما صدرش ليه دورة وفول صية طب ما عندي مية يعني أزمتي كيت مية القامح يقولك بساورة عشان المية البرسيم المية السروة الحيوانية ما عنديش لحمة عشان المية طب أنا عندي مية بالهابل هو إيه اللي حصل فرعنا زمان مو كانوا ساكنين في المناطق دي كان الساحل الشمالي اللي هو ده ده كان مخزن غلال الرومان المنطقة دي كلها طي الوحات البحرية هنا كانت مليانة أثار عند سيادة اللي هو هناك في الفرافرة وغيره أثار يعني الفراعنا زمان كان عندهم الإرادة والقدرة أنه يتعب شوية ويستحمل ويشتغل ويطلع مية ويزرع لعالم كله أنا استسهلت كمصريين في الخمس ستة في الألفين سنة الأخيرة استسهلت وعملت إيه روحت جنب الوادي لأنه أسهل المية جاء لغاية عندي وأنا هاعد بتشمس وأخذ المية من الوادي من النيل أزرع بها جنبي وسبت الأماكن كلها بحجة إيه والعلماء بتوعنا بعض أسات البحوث عندنا قاعدوا يقنعونا ويفهمونا على طريقة الحكومة أن لا ده عندنا فقر مائي وأنه إحنا مش هلاقي نشرب وأنه إحنا نقراش نزع حاجة النهاردة بنقول قادي ربنا اللي إدهونا إدانا مياه تمنها أغلى من البترول لو خدت متر مكعب مية زرعت بيه تقاوي زرعت بيه نباتات طبية زرعت بيه حتى نباتات زيتية تطلع زيت الجاتروفة والههوبة والحاجات اللي هي بدائل للبترول طب ما نقدر أبيع بنفس المتر بتمن البترول إيه مشكلتي بالتالي لو كان فيه عيب النهاردة تاني بأكده العيب فيه نحن لأن مصر أهيه ده على فكرة ده بس المياه اللي شفناها اكتشفناه طيب لو عرفت أن مصر طالما فيها مياه أكيد فيه بترول أكيد فيه غاز أكيد فيه دهب أكيد فيه حديد أكيد فيه مجانيز حامد فوسفوريك وحامد كابريتيك جاي لحضراتك بقى ومعادن الحلقة اللي فاتت وزير الإسكان كلمني بعدها رجل محترم جدا على فكرة عقلية ممتازة لوحة قعدت معا ساعتين ونصف في الوزارة الأسبوع اللي فات وزارة الإسكان وزارة الإسكان وهيخش معنا أعتقد بعد شوية على الهواء نتمنى المخطط للستراتيجي القومي للتنمية مصر ده بزره فيه جهد كبير جدا ولكن فيه حاجة أساسية غايبة فيه وهي أن احنا بنتحرك على أساس اللي عندنا اللي شايفينه يعني المخطط ده 40 سنة لمصر معمول على اللي احنا شايفينه قدي نهر النيل قدي المش عارف إيه طب انت ازاي هتعمل مخطط 40 سنة وانا تحت الأرض السروات والكنوز الموجودة تحت الأرض زي الماء اللي اكتشفناها لو بحسنا هنكتشف كل أنواع المعادن والكنوز اللي ما نتخيلهاش طب ده مطلوب إيه مطلوب 300 مليون دولار ليه عشان نجيب طيارتين يمشوا كده زي السعودية ما عملت حاجة اسمها G.I.S كامل استطلع تحت الأرض تنزلي تحت الأرض هتقول لي فيه هنا ميا فيه غاز فيه حديد فيه منجنيز فيه دهب فيه فضة فيه أسار فيه عفريد تحت الأرض هيقول لنا كل حاجة وبالتالي اه دخل ساعتها أبني استراتيجيتي لـ 40 سنة الجاية ما عملش خطأ على سطح الأرض وجابني حاجة وتحتها حاجة تانية طيب 300 مليون دولار أجيبهم منين لو سألنا الحكومة تقول ما معيش والمجلس شرحه طيب فيه جواب هنا الدكتور إبراهيم كامل بدهولي وأعتقد عندكم في الممكن يجي على الهواء من الدكتور إبراهيم مصطفى كامل أيوة اللي هو اكتشفه مع الدكتورة عبان وغنيمه ده اكتشفوا الناح من زمان بس تأكد الآن من الدكتور خالد ودكتور عبان اللي حصل إيه معاه جواب من المعونة اليابانية مستعدة معايش سؤال هنا بيقوله الأستاذ عبد المجيد بيقول هل الكلام ده لقب مشروع دكتور فاروق الباس لا ده حاجة تانية ممر التعميل ده حاجة تانية هنتكلم على نهر جاي من نيجر نهر نكاعة الميا سؤال تاني متى يتم هذا الكلام فعليا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هقول لحضرتك حال أنا معاكم على التويتر وعلى الفيسبوك يا شباب اسألوا نوضح بس الفكرة الأول فكرة إيه إن مطلوب قبل ما نعمل مخطة سراتيجي زي ده نستنى سنة وندفع 300 مليون دولار جايين معونا من اليابان يعني إحنا مش هندفع حاجة اليابان بخطاب رسمي بتقول أنا مستعدة أمول 300 مليون دولار ليه عشان نجيب طيارتين يعملوا جي آي اس يعني يكشف لي باطل أرض فيه سروات إيه السعودية عملت هذا الكلام يعني مش هيكلفني حاجة طب المشكلة فيه طب الليبان عايزة تدينا كده ليه يعني يعني هستنى ده لا العالم كله ولوه مصالح هو في السياسة ده طبيعي وإيه مشكلة عشان لما يجوا يكتشفوا يجوا يشتغلوا معنا وإيه مشكلة وإيه مشكلة أهلا وسهلا وإيه مشكلة نجيب مستثمرين يعني إيه المشكلة يعني إيه المشكلة أن واحد يساعدني ويقسم معايا أو أي إن كانش سبب هو أحسن أخليها تحت طلب معرفش عنها حاجة ويقسم معايا طب ما يتفضب وراجل ما ننسهمش على حاجة دي بتبقى ناس عندها بعض سياسي يعني إيه يعني بيستثمر في البلاد اللي زينا عشان يبقى له صوت يبقى له مكان يبقى له ميزة إلى آخره حنعود للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر وإنه لازم تكلمني النهاردة لأن ده برنامج للشباب إزاي الشباب ينخرطوا في هذه المشروعات إزاي النهاردة الشاب من دول يقدر يروح يقول أنا عايز أخذ أتملك أرض ويأخذ الأرض دي ويزرعها ويروح بادي النطور